دونجا وده الخبر الاهم بالنسبة لنا وانا على مستوى الشخص كمان دونجا من الصفقات اللي هتصنع الفارق مع نادي الزمالك ومحتاجينه لان لعب من اللعيبة اللي هيقدر يصنع الفارق في مباراة نادي الزمالك النهاردة ظهر نبيل عماد دونجا في التدريبات وكمان شارك في التأسيمة الفنية اللي خدها اللعيبة بعد ما انتهى من برنامجه التأهيل النهاردة كان عنده جزء كمان أخير من البرنامج البدني والتأهيل لكن الحمد لله دونجا جاهز وزي ما قلنا لحضراتكم بارح وأكدوا الكلام ده المستوى الشخص المرتضى منصور إن المصابين سواء دونجا أو عبدالغاني أو فتوح جاهزين وإن شاء الله نشوفهم في تشكيلة أساسية المباراة المقبلة عبدالغاني بتعفى من الإصابة وبيشارك كمان في التأسيمة النهاردة اللي كانت في نهاية الميران وإن شاء الله يعود عبدالغاني من الركاز الأساسية لخط دفاع وصمام أمان لدفاع نادي الزمالك